الحقيقة كمان زملنا العزيز الأستاذ حمد رز في مقالته في المصر اليوم النهاردة ولا شيء سيكون مستحيلا وركز حمد رز على التغريدة الرخرى بتاعة كارلوس كيروش وقال حمد رز غرد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على تويتر مخاطبا رجال المنتخب الوطني قبل موقعة السنغال الفاصلة الجمعة قائلا علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب بروعة وشجاعة وجاعة لكل الأمور ممكنة نعتمد عليكم ونسق بكم حظا جيدا يا رفاق بإذن الله هو راجل يعني بيوجه رسال كتيرة معرفش يعني هو طالما بيوجهه للعيبة على رأيه الكابتن يعني ما تتقل في الاجتماعات لكن هي بتتقل برضو عشان الناس تعرف هو عايز يصدر فكره للناس أنا شايفي الماتش إزاي وبقولي اللعبة إيه حمد رز بيدعت كيروش وبيقول له أحسنت يا رفيق ولا أعرف من أين استقى كيروش حديث الرفاق يبدو أن مترجم معجمه روسي لا دير مطلقا المهم الروح القتالية يا رفاق اليوم يومكم تدهسون العشب الأخضر من تحت أرجلكم وتسجلون أحلامكم أهدافا في مرمى سود التيرنجا لماذا نمسك بالوعد ونعض عليه بالنواجز ونقف خلفكم وفي ظهوركم لأننا عطشة لفرحة كبيرة في هذه الأجواء القاتمة غابت عننا الفرحة طويلة وإذا تحققت ستكون أجمل فرحة السعد وعد يعين وبالسوابق القريبة تعرفون إن جزكم في كأس الأمم الأفريقية والصمود أمام أعتى المنتخبات وإقصاؤها واحدا تلو الآخر ولولا الإخفاق الأخير في ضربات الحظ الترجحية لكن أسياد القرى السمراء كرويا ولكان صلاح أبو مكة يحمل كأسه الذي بكى مريرا بعد ضياعها الفرصة جت الفرصة جت أنه يبقى الثاني مرة بيروح كاس العالم ده إنجاز كبير جدا والمرة دي بقى بدنا يروح سليم معافة يقدر يعمل لنا محمد صلاح اللي العالم كله يشوفه بإذن الله بنظرة زال اللي احنا شايفين وده اللي وصفه سعيد الإمام في الجمهورية أنه ده لقاء الكبار وركز على قيمة منتخب مصر ونجومه وأيضا قيمة المنتخب الجزائري والدكتور طارئ الأدور الموسوعي الجميل في الجمهورية عدد أربع نصائح قبل مواجهة أسود التيرانجة وهو ينصح لعبين حتى تزداد الثقة على لعاب المنتخب أن يدركوا أن التعادل السلبي أمام السنغال في 120 ديئة خلال النهائي هو بمثابة المكسب إذا وضعنا في الاعتبار أن منتخب مصر واجه خمس فرق عملاقة في البطولة هي نيجيريا وكودفور والمغرب والكاميرون ثم السنغال فيما لم تلعب السنغال مع أي فريق من القوى الكبرى وبيتكلم على كأس الأمم الأفريقية وما حدث في الكاميرون وبيعدد طارئ الأدور نصائحه للمنتخب المصري وبيقول أنه غلق المساحات عن طريق الدفاع المضغوط عدم مجرارة السنغال في عناصر الليقى البدنية ودي نقطة مهمة جدا المباراة إذا كانت مباراة معنوية ونفسية وجماهيرية العمل البدني فيها هيبقى مهم جدا وهم أفضل الحالة البدنية للسنغاليين أفضل لأنهم محترفين مجهزين علميا بشكل صح جدا كلهم محترفين في أوروبا وإحنا عندنا إذا كان صلاح وتريزيجي وعمر مرموش الباقي إحنا بنتكلم على عناصر محلية عانت كتير الفترة اللي فاتت من ضغط المباراة حتى كارلوس كيروش المباراة اللي كان ممكن تتأجل فضل إنها تتلعب فأنا تمنى إن شاء الله إنه العامل النفسي والمعنوي يعوض شوية أي مشاكل بدنية هنا لما بقول لك افرض إقاعك وانتص عمسهم وسرعتهم بالنقل الكتير والاستحواز هو ده لأنك مش هتقدر لو جاريتهم في الجال حيخلصوا علينا طيب والصحف كلها الحياة بتحتفي بهذه المباراة الكبرى الشروق قالت اليوم المنتخب يخود مرانه الرئيس على أستاذ القاهرة قبل مواجهة السنغال كيروش يدرس تغيير الخطة والدفع بأفشة أساسيا جلسات متواصلة مع اللعبين ومكافآت مالية ضخمة حال عبور أسود التيرانجة وفي الأخبار كيروش يضع اللمسات الأخيرة لخطة افتراس أسود التيرانجة غدا كمان قالت الأخبار نقلا عن وزير الرياضة للعيب المنتخب الحلم الكبير في انتظاركم والتأهل للمنديال بين أقدامكم الجمهورية قالت كيروش يحفز لعيب المنتخب لترويض أسود التيرانجة والجمهور مفتاح الفوز على السنغال كمان الأهرام قالت الليلة المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة السنغال في استاد الرعب كيروش يجهز مفاجآت لأسود التيرانجة في خطة المباراة أفشى يجبر المدير الفن البرتغالي على اللعب بطريقتين ده كانت يمكن تركيز معظم الصحف إنه لا حديث فعلا إلا عن هذه المباراة الكبرى التي لازال فيها كلام وعنها كلام